اشتركوا في القناة بداية تنزيل سابق بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وانت اليوم واحد من الشباب الرائد في صياغة تنفيذ البرامج الاجتماعية كتشتغل كذلك مع عدد من مكاتب ديال الدراسة باش تديروا الصياغة ديال المشاريع اللي عندها واحدة طابع اجتماعي واللي كتهم النزلاء ديال الخيريات وديال مؤسسة الرعاية هضر لنا على تجربة ديالك الشخصية والانسانية هذه واحدة تجربة انسانية كبيرة يعني بغيناك وانت في بداية ديال المصار ديالك انت كشاب مغربي رائد في مجال الرعاية الاجتماعية تعطينا اهم المراحل ديالها تجربة انسانية يتعرف عليك المستمعين في راديو دوزين اولا نعود نشكرك هالاستضافة مرحبا اليوم انا كنشتغل يعني في مكاتب الدراسات لعداد وصياغة المشاريع الاجتماعية ولكن قبل ذلك انا نزيل سابق ويشرفوني زيما هاد التيكات اللي كنقول هي انني نزيل سابق مؤسسة الرعاية الاجتماعية هاد المؤسسات اللي كتستضف نزلاء ونزيلات النوازلات اللي عندهم سواء وضعية اجتماعية قاهرة اللي ما كتمكنهم مش انهم يعيشوا مع الأسار ديالهم او الا المتخلى عنهم منذ الولادة انا كنت في هذا الطرف هذا من بعد 18 سنة اكيد يعني دوز لغن دوز داخل المؤسسة من بعد 18 سنة لقيت راسي يعني مجبرا على مغادرة المؤسسة بقوة القانون التنظيم الداخلي للاسف ديال المؤسسة وهذا غيكون الموضوع ديالنا نت في الحوار ديالكم معك اليوم بكل تأكيد مزيان تستيل العمل الجمعوي والعامل مع الرعاية للجمعية نت بكل تأكيد فمن يخرج من المؤسسة كان خصني لابد ان نحقق الدات ديالي نكمل القرية ديالي نكمل تكوين ديالي وفي التالي الحمد لله توفقت في هذا الايطار هذا حتى انني شتغلت في 2016 يعني مسؤول مكلف مهمة داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية هنا بضربضة وهنا كانت نطلق أنني نمشي في التجارة ديال المؤسسة الرعاية الاجتماعية بحكم أنني كنت نزيلا سابقا وأصبحت مسؤول داخل المؤسسة نعم ومن خلال كل ذلك يعني مني سألت المهمة ديالي داخل المؤسسة فلقيت رأسي يعني أن دياليك تأمور دخلت في المجال بحكم أنه مجال عشت فيه وكبرت فيه واشتغلت فيه أكيد نعم في تجربة نعم هذه التجربة ديالك الشخصية هاني الحرق أنت دائما كتبحث على حلول حقيقية اللي كتضمن الحصول ديال هاد النزالة أو للحصول ديال اليتيم من بعد ما يبلغ 18 سنة تكون عنده رعاية أخرى من الدولة الهدف ديالها هو الاندماج في المجتمع كيفاش خدمتي في هذا المجال هذا فأول حاجة يعني لما أول بعدها التجربة الأساسية اللي ممكنتني تكون عنديها هذه الرؤية هذه هي تجربتي داخل هذه المؤسسة اللي اشتغلت فيها فكنت مطالبا أنني نساعد واحد المجموعة ديال الشباب اللي فاتوا سنة 18 سنة اللي كتت روح السن دياله من 18 حتى 26 سنة أنني نساعدهم باش ندامجوا داخل المجتمع لأنهم هم مطالبون تومة بمغادرة هذه المؤسسة فالحمد لله لقيت أول باب اللي محلوله كل صراحة هو الباب للقطاع الخاص مؤسسات خاصة فهمات الوضعية فهمات يعني الظروف الاجتماعية اللي كي يعيشوا هذه النزالة وفهمات حتى الظروف القانونية داخل المؤسسة فكان ما كان سهل أن المؤسسات خاصة تتق فينا وتتق في هذه الوليدات لكن من هناك يكون واحد الإرادة واحد الإصرار ويشوف واحد النموذج ديال قدامهم من النجاح فكيقول ممكن أن تهدوك يكونوا نماذج ناجحة ولم لا ومن هنا تعطتنا الطلاقة لأننا ولينا كنشتغلوا كان نتعمدوا بواحد شكل كبير على المؤسسات الخاصة والشركات اللي صراحة عاونتنا في الإطار مزيلا قولي المصير ديال النزالة ديال هاد المؤسسات الإشجيميائية من بعد 18 سنة فين كيمشيوا هاد الدراري هادو من بعد 18 عام قبل ما نقول لك المصير خسنا نشوف هاد الدراري اللي كيخرجوا شنو خارجين معاهم من المؤسسة خلينا نقول لك وللأسف أنه 90% من نزالة المؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الأطفال لأنه مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية هو مختلف في دور العجازة دور طالبة مراكز الأشخاص فضايات الشارع ودور الأيتام أنا كان نجوي معاك في إطار دور الأيتام أنه عندنا 90% حتى 99% من النزالة اللي كيخرجوا عندك من هنا الغالبية ديالهم أكيد من هنا ودي واحد لعشر سنوات فكيخرجونه كاليفي لا مستوى دراسي كي أهلهم يشتغلوا لا ديبلومات تؤهليهم كي تأهلهم تاهم يشتغلوا وحتى يعني كيف سنقول لك حتى البنية العقلية أو البنية الأكاديمية مكيناش لتأهلهم أنهم يقلبوا على ريوصهم ويمشوا يقلبوا على واحد الموريد الرزق خارج أصوار المؤسسة عنا أرقام في هذا المجال هذا بغينا نعرفه يعني شحال ديال دور الرعاية اللي عنا شحال الخيريات مثلا شحال أولى عدد الشباب اللي كيخرجوا في السنة مثلا أنا قدرنا نقول لك العدد اللي كيخرج سنويا وما نقولش اللي كيخوش حيش كي ديباسي مكينش أرقام حتى لويزارة ما تعتاكش الأرقام لأنه لأنه كنين درايك يدير 18 عام وكي يخرجوش من الخيرية كي مقاو أنا قدرنا مهدل يعني بالمئة شحال من واحد كي يدير 18 عام في العام ولازم خصو يخرج حسب القانون الداخلي ديال المؤسسات يعني لعدنا 100% من النزلاء داخل المؤسسات قدرنا على 41-45% وإحنا لها دا برا وصلنا لتا 50% تقريبا نصف نصف ومني كنقولون نصف را كنقولون المئات في العام كي يخرجو داخل من خارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية مزيان نرجعو للصلب ديال الموضوع للصلب ديال المشكل أنت هاني الحراق يعني مهتم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تمكنتي من خلال مشاركة مع القطعة الخاصة شي قلتيها أنك تحقق تأهيل ديال العشرات ديال الأطفال والشباب اللي نفصلوا على المؤسسات الخيرية وساهمتي في الإدماج ديالهم في المجتمع النزلاء يعني في هذه الفطرة هذه الأهم حاجة اللي كيحتاجوها باش يندمجوا مع المجتمع بطبيعة الحال واحد تجربة كبيرة سواء دراسية أو لا في التكوين المهني حسنا اليوم أنا ندوي معك مثلا كجمعية مبادرة الأمل المجتمعي يعني حطينا واحد البرنامج هذه من خلال واحد ثلاث سنوات ديال الاشتغال حطينا واحد البرنامج اللي ممكن ندوي لك ليه هو برنامج فورصة وتهيل هذا البرنامج اللي اليوم كان نشتغل فيه بشاركة مع جمعية فضاء المواطنة والتمكين واللي تختخت خي بيانتو غادي نعتاوه للونسمون اوفيسيال للي هذا البرنامج هذا البرنامج كي يجمع واحد العديد من الشاركة اللي هما مؤسسات خاصة اللي تقو في المشروع ديال فورصة وتأهيل وشنو الأساس ديال فورصة وتأهيل هو نعتاوه هاد الفورصة لهذوك الوليدات ونأهلهم أنهم يدانجون في المجتمع وحتى هاد المؤسسات اللي غايي يعونونا خصي تكون فيهم واحد الخاصيات مهينة هو أنه رايي لاش ديالتي يعطيناك واحد الوليد رايي اني باكالي فيه دونك يخصك تكونوا وتأطروا وفتالير هاد دمجوا وفعلا لقنا هاد المؤسسات اللي وافقوا ولينا على هاد شروط والقناعة المؤسسات اللي بغوا يمشيوا معنا في إطار برنامج فورصة وتأهيل يوم برنامج فورصة وتأهيل كان ضربوا معيد ان شاء الله آخر الشهر بداية الشهر جوج ان شاء الله غا نعتاوه لونسمون اوفيسيال على أساس الوبجيكتيف ديالنا من هنا خلال ثلاث سنوات نكونوا استطعنا على الأقل كوننا واثرنا كتر من أزيد من ستمية نازين ونازيلة سابقة داخل المؤسسات جميل الهدف ديالكم هنا أنه الأعمال الخيرية ما تكونش فقط عند المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية ولكن أننا نمكنوا هاد النزلاء هادو أنهم يندمجوا في المجتمع أنهم يحصلوا على الدخل يعني قار باش يضمنوا الحياة ديالهم فهذا الفطرة ديال زمن الجائحة زمن كورونا تأكد أننا في واحد الأزمة مشتركة كاتش معنا كاملين وبالتالي خصنا جهود مشتركة خصنا نتشاركوا باش أننا ندوزوا هاد الأجمال واش كورونا بينات ضرورة إعادة النظر في المجال وفي طريقة العمل ديال منظومة الرعاية الاجتماعية في المغرب وهي كورونا بينات يعني أنه خصنا نعيدو نديرو إعادة النظر في كل شيء في المنظومة الاجتماعية بصفة عامة منظومة الاجتماعية المنظومة السياسية المنظومة الاقتصادية إلى ما غير ذلك نعم نعم لكن خلينا في المجال وعلا مدام كان ديال المجال أنا نقول لك زي ما صارح حالت أن هذي واحد الأكسبيريونس اللي عشتها أنا في هذا الكون فيلمو اليوم أنه خصك تعرف فاسي الحوسين باللي لما الدولة كانت كتفرق هذو كل مينة حدي الألفين درهام ألف وخمسمية درهام من الناس اللي ما عندهمش الرميض ولا اللي ما عندهمش تغطي هذيك للاسين انساس فعدنا ولدات خرين ولادات الخيرية لذلك نديت 18 عام وخارجين من الأسوار المؤسسات وما استفدوش من الدم المجال الأسر هذي حقيقة هذي فقاة جماعية يعني قليل اللي هضر عليها أكيد هذي الولاد ما عندهمش رميض ما عندهمش للاسين انساس وما حطينوش فلاليستا ويستفد وهذي شيء ناجش تزع ما شخصيا مع هذي الوليدات كيقول لك علش حناية تم الاقصاء ديانا من المستفادة منه الظروف ديالهم كانت أشد وطعاف الظروف ديالهم خليني نقول لكين اللي افطر اليوم عندهم يكما تنافر رمضان اللي افطر اليوم غداوا بعده يقدر ما يفطرش لو لا تدافر الجهود ديال الجمعية المجتمع المدني والمؤسنين ديال الأعمال الجماعية والناس اللي كي تيقوا فينا راكنوا ذوك الولاد را يبقوا بالجوع وما كانش اللي يدعفهم نمشي وده بالحلول كان واحد القانون جديد اللي هو 65-15 اللي جاء بدل ديال القانون 14-05 اللي كي يهم النزلاء ديال المؤسسات ديال الرعالة الاجتماعية واشهد القانون كان حل لإشكالية ديال النزيل اللي كيفوت 18 سنة وكي يخرج من المؤسسة واشهد القانون جاء بحلول هذة الإشكالية هذي القانون ماجاش بشي مدواش حتى على المسألة ديال ديال ما بعد 18 سنة ما بعد 18 سنة القانون جاء هو بمشروع قانون جاء على أساس أنه جاء لي كين ضم العلاقة ما بين الجمعية المسير المؤسسة والأطور العاملة جاء كين ضم ما بين العلاقة ما بين تعاول وطني والجمعية والمدير يعني جاء فقط بعد أن ندويك في إدارة ما هو إدارة وهي كالي إدارة لكن في العمق بشي تحل المشكلة ديال المؤسسات أو بشي تحل المشكلة ديال الوليدات لا خلينا نقول لكم على الحقيقة اللي هو اليوم فعلا مثلا من السيدة الوزيرة اللي مني كتقول لك راحنا يا وني كنت خكوشي مؤسسة تخرج دري أبخير يزويتهم يعك وقانونيا يعني من عنده القانون التشريعي فعلا ما كين شي ينص ينص على ذلك ولكن شكون لي كي يقول هذا الفصل هذا هو القانون التنظيم الداخلي لهاد المؤسسات ولكن في الحقيقة هذا القانون التنظيم الداخلي رامشي الجمعية المسيرة للدور اللي احطاته هي أصلا مني جات على ذلك المؤسسة لقاته محطوط يعني المشريع كي يقول حاجة والتطبيق كي يكون حاجة كي يقول حاجة وبالتالي يعني هذا النازل من بعد 18 سنة كي يخرج من المؤسسة كي يخرج من المؤسسة الكبال الجمعية هي اللي خرجته الدولة راهزت يدعش حالة دي على هذه المسألة دي وكي يقدره هو اللي يضيح انت كشاب طموح وقدم في هذا المجال هذا وش فعلا كينتقاع اسم المسؤولين من الوزارة الوصية في هذا المجال ديال الرعاية الاجتماعية وكينتقاع اسم الجميع من الجميع من الجميع المتدخينين اسمح لي الجميع يتحمل المسؤولية دياله كيفاش أستي الحسين أنا غنشد واحد الوليد يعني حديث الولادة ونصرف عليه ونكبرون ثلاثة منتاشر سانة أولا بعد قبل ما نوصلو حنا لديك المسألة ديال نخرجوه ركس رفتالي واحد الميزانية دخمة ولكن ما خرجتيش يعني واحد المواطن اللي تأهل يخرج للمجتمع المجهود كامل اللي ذرتي بندن ديزويت تون بعدها هدياء هدي يربط المسؤولية بمحسابة هناك عنتو واحد المجموعة ديالوليدات تربيوهم خرجوهم نفغي من دي بروفيل اللي غي سابد منهم المجتمع ماشي يوكل وشربو نعس ووكل وشربو نعس ومن بعد 18 سنة ومن بعد 18 عام تقول له خرج دونك هاد الشي لا يمكن دونك أنا كنحمل المسؤولية الجامعة وعاو نقول لك واحد الحاجة أرى أرى كين واحد مشكلة وإشكالية كبيرة فهذا الإشكال وأنه داخل لمؤسسة الرعيش معي خصوة نظر الأطفال ليس هناك هناك ما كينيش الأطر التربوية المختصة ما كينش المختصين حتى إذا بغيت تجيب المختص أرى خصك تعطيه التامن ويكفي أنه ذلك الدعم اللي كتعطيه الدولة أرى ما كيكفيش تقدرنا على الأطر التربوية المختصة المواكبة مختصة لدي الأطفال والشباب يعني أنا بنسبة لي المسؤولية كنحملها الجامعة انطلاقا من المشرع ثم الوزارة الوصية ثم المسؤولين ثم رؤساء الجمعيات والجمعيات العاملة في هذا المجال حتى كنهوذول تحت مزيان هاني الحراق أنت أيضا عضو المكتب الوطني لحركة معان حركة معان كتحط واحد الشعار كبير كتقول فيه بأنه من بعد ما انتظرنا كما ينتظر كل مغاربة ذلك الأمل قررنا أن نصنع ذلك الأمل واخترنا دربة الالتزام معان هذه هي حركة معان حديثنا عن هذه الحركة والشباب اللي كيعمل من أجل هذا الأمل المغربي في الشباب حركة معان أولا بدأ للشرف الانتماء لهذه الحركة لماذا؟ لأنه فعلا حركة جاءت يعني بنسبة لي وبنسبة للجميع جاءت كبديل حقيقي للممارسة السياسية في البلد اليوم كان عارفوا كل شيء كان عارفوا أن المواطن المغربي أصبح غير راضي على المؤسسة الحزبية وعلى الممارسة السياسية في البلد نحن برأسنا قبل من أسوء حركة معان ما كنا شراضيين لكن كنا نتبعوا شأن السياسي كنا نتموا بشأن السياسي كنا نمارسوا بطريقة غير مباشرة لشأن السياسي ولكن ما كنا شراضيين قد يعني بكيفية ممارسة هذه السياسة مزيلا نمشي معك وأنت سبقتيني للحوار معك على الشباب والممارسة السياسية الحوار معك شاب مغربي يعني حوار ممتع وشيق الحركة معان مثلا كتأكدوا أنه إلا بغيتوا صوتكم تكون عنده قيمة وتتحاسبوا مع اللي كانوا مسؤولين وما داروا ولو تقييدوا وصوتوا الأهمية ديالتسجيل في اللوائح الانتخابية للشباب فوق 18 سنة والأهمية ديال مشاركة الشباب في الانتخابات كذلك كيفاش كتشوفها أولا الأهمية ديالتسجيل الشباب في اللوائح الانتخابية هي أهمية مصيرية لأنه اليوم الشباب ومشيغل الشباب الحمد لله اليوم مشعمة المغربي فضلت تطورات تكنولوجية وفضلت أنه كل بيت ولي عنده تليفون اليوم الناس رأى أصبحت بشكل أو بآخر تتم مشاركة السياسي أصبحت الناس كتقول كلمة ديالها كتقدر تعبر لكن خليوني نقولوا هذي الناس باللي تعبير ديالكم في المواقع تواصل اجتماعي مشي كافي باش يكون واحد تعبير كافي خذكم تجلو داخل اللواحة الانتخابية ودليو بالأصوات ديالكم وتشاركو تلكمه في العملية الانتخابية وتحطو الناس اللي انتوما كيبانو لكم فيهم الأعمال والناس اللي فعلا كتشوفوا فيهم أنه مرأ الناس ديال المعقول وممكن ينزلوا السياسة اللي غتخدم ولادك وتخدم ولاد ولادك وتخدمك تنتك كمواطن كيفاش كتشوف الجدل اللي كين حاليا على اللائحة الوطنية للشباب اللائحة الوطنية للشباب كتكون كل انتخابات شريعية باش نضمنه واحد اللي هو واحد المكسب اللي كي يعتبره واحد المكسب ديمقراطية أنه يكون عنا تقريبا واحد ثلاثين شاب داخل قبة البرلمان باش الصوت ديال الشباب المغربي يتسمع في الغرفة الأولى ديال البرلمان دبا كين واحد الجدل أنه كين واحد الحزب اللي هو حزب الأصلة والمعاصرة اللي كي يطلب أنه تعويض هذه اللائحة كين أحزاب أخرى اللي بغات أن هذه اللائحة تبقى كيفاش تبعتوا هذا الجدل هذا حول هذا المقاعد البرلمانية ديالشباب هو قبل ما نقول كيفاش تبعنا لكن خليني نقول لك لو كانت الأحزاب السياسية اللي كتمارس اليوم الشأن العام تحترموا نفسها وتقديروا الشباب ما كناش نديروا من له وللائحة شباب أصلاً الشباب يجب أن تكون لديوا المكانة دياله ولا من تديروا لائحة دياله بشي يكونوا واضحين يكون في اللائحة المحلية في الانتخاب لائحة المحلية لائحة الجهوية إلى ما غير ذلك اليوم الرأي دياله مثلاً في إطار يعني إلغاء لائحة شباب أو لإبقاء عليها هذا الأمر هذا تجلب بعض الأمور مؤينة مثلاً اليوم فعلاً كيف جاءت لائحة لائحة جاءت لأهداف يعني إيجابية بغيات أنه الشباب تاوما تكون عندهم محتمتية داخل مؤسسة الشرعية وتاوما يعطوا الكلمة ديالهم إلا ما غير لكن الأحزاب السياسية الله يجبهم نمشى وشدوا هذه الأمور لائحة شباب وضفاف أمور نعرفها جيداً في المحسوبية والزبونية وهذا يحطون لديهم هذا اللي يحطون لديهم هذا اللي يحطون لديهم فهمتي فهمتي رجلنا شباب نخبر لأنه إحنا إلا أخر رجلنا لكم الشباب في درف 5 سنوات رأى 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 كنا واحد استمرارية ديالنا كحزب رأى رأى رجبنا قيادة شبابية جديدة اللي غاد يتكمل استمرارية الحزب ولكن إحنا إلا إلا قصينا الشباب وقصينا يعني أنه شاب تكون عندهم تمتية شرعية داخل المؤسسة الشرعية ويمارس السياسة ديانهم راح تشابه بحالهم راح يفون زعما دوني لوحد الاتنسيون تهو ما يشاركو نبقى معك فهذا السياق راح صعيب شوي على الشاب بانه يجيب مقعد برلماني واللي يطلع في الانتخابات في واحد دائرة محلية لان كين انت جاريب وامثلة لكن قليلة لان باش يدخل في هذا شي ديال المعركة الانتخابية راح صعيب كين الأعيان كين تقاف ديال المال كين العاطفاء الناس كيصوتوا بالعاطفة ولا كيصوتوا بالمال وبالتالي الشاب في هاد المعركة هاديرا صعيب انه يطلع ويطلع لقبات البرلمان باش يتسمع الصوت دياله وبالتالي لا لغيتي اللائحة راح يقدر ما يكونش عندك شباب في البرلمان احنا قلنا الباديل شنوى مثلا الرأي ديالنا الباديل الانحيدو لائحة الشباب يك كل الحزب السياسي تنغاجر قدام الشباب دياله قدام الشباب دياله قدام الشباب المغاربة كاملين انه يدير واحد للنسبة ديال وكل اللوائح الانتخابية تكون مخصص للشباب فقط خصنا قانون في هذا الاطرقس ويزارة الداخلية تدير قانون تفرض على الأحزاب السياسية مثلا انه تكون قوطة الشباب في اللوائح المحلية ويكونوا يعني كترأسوا للوائح ويكونوا في رأس الله لانه اليوم ما شنو كيوقع باش نقول لك واحد القضية وهذه هي صراحة اليوم الحزب السياسي مثلا منيك يكون ضامن واحد الحي ولا واحد الإقليم غادي ياخد منه مقاعد كيحط فيه الأعيان دياله الناس اللي بغاوه لكن منيك يكون عنده واحد الشوكوك في واحد الحي معين كيحط فيه الشاب والشاب نجح ياهديك ما نجحش راح ندر نلع لنا وخلينا الشباب يكونوا داخل داخل نبقى في هذا الجدل احنا في سنة انتخابية 2021 وحسن انتخابية بامتياز راجعي الانتخابات الجماعية الجهوية الانتخابات ديال البرلمان الغرف المعانية الغرف المعانية الانتخابات ديال المجلس المستشارين كل شيء غايد دار هاد العام وحنا غنقولوا بأن الشباب عازف عن الأحزاب عازف عن الانتخابات نسبة للمشاركة الشباب في الأحزاب ما كتفوتش واحد في المياه هذا واحد الرقم واحد في المياه ديال الشباب المغربي هما اللي من قرطين في الأحزاب هذا وحد الرقم مقلق جدا ولكن غنقوله فعلا كان واحد العزوف على الأحزاب وعلى المشاركة في الانتخابات ولكن ما كانش عزوف على السياسة الشباب ديالنا يمارس السياسة في مواقع التواصل الاجتماعي كان واحد ضغط كبير على مجموعة القرارات السياسية لتغييرات انطلاقا من الضغط ديال الفيسبوك وديال مواقع التواصل الاجتماعي رأي ديالك في هذا العزوف هذا السياسي والانتخابي رأي ديالي في العزوف السياسي كيف ما قلت لك يعني العزوف الحزبي ماشي السياسي إنه اليوم السبب كي مارشوا السياسة الأغانية لهم من الفيسبوك عبر المواقع التواصل الاجتماعي من الكلام ديالهم أصبح للشباب واعي ما عليه وما عليه من المدرجات ديال الكرة القدم من المدرجات الكرة القدم لكن اليوم كان عمل جمعوي تطوعي ترى على رأس هذا الشراكة تعرف بأن كانين شباب يديروا العمل الاجتماعي وما كيبغيوش يخلطوه بالعمل السياسي أكيد هذا بكل تأكيد لكن خلينا نقول لك لماذا هاد الشباب ما كيمشيوش الأحزاب السياسية وينخرطو ويأطروا يعني الميول السياسي ديالهم داخل الأحزاب لأنه ما ما كيلقاش الأذن ساغية لي ما كيلقاش اللي فوق منه راشاد كرسي ما بغيش يتلقوه للشاب هو الناس الناس اللي هو مكبر وما كان عممش كيلقاش الشاب كيقول لي واحد تهديد معين كيقول أنا هاد الشاب هذا هاد يهدل المكان ديال في حيل لا نشد أنا بدك الشاب نتره نكونه نغرس فيه المبادئ اللي أنا تربيت علاه واللي أنا نضلت من أجله وفي التاليره غادي نقول لي بالي الشاب وأنا وأنا هو الشاب خصتكون الكفاءة هي اللي تحكم في هذه المواقف هذه أكيد كان شباب عندهم كفاءة كبيرة في البلاد ديالنا وممكن أنهم يوصلوا المراكز القرار والمراكز ديال المسئولية بكل تأكيد دونك شنو اللي كنقوله احنا يا خاص حزاب السياسية بكل صراحة تسلمنا ديكل الشعارات الفضفاضة نحن مع الشباب ولكن جيني في الممارسة التطبيق لأنه اليوم الشابب ماشي غير شابب برا المواطن المغربي بصفة عامة ارا يلاقي الاستمعاء وبدأت تخطب عليه ارا 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 مبقاوش باغين الناس يسمعونوا الهضراء ولا الناس باغين يشوف التطبيق مزيلا نزل معاكل التطبيق المدينة ديال الضال بيضاء وعدد ديال المدين في المغرب عاشت واحد السيناريو ديال الفيضانات تسبب في أضرار كبيرة البنيات التحتية بانتباعناها ضعيفة في توقف اهم المحاور الطرقية في مدينة الضال بيضاء المدينة الاقتصادية كيفاش عاشتها الفيضانات والتعليق ديالك عليها وصراحة نحن في اطار المسؤوليات والشباب والكفاءات وصراحة انا عشت المعاناة كي عاشوها البيضاويين كذلك عشنا نفس المعاناة لكي عاشوها الساكنة البيضاوية يعني تقلقنا بزاف بقى فينا الحال لانه لانه كتشوف يعني كيف ما قلتي كنين كفاءات كنين الناس اللي عندهم النشاة وعندهم افكار عندهم حلول لكن ما كانت تعطاش لهم الفرصة وكان قل كلمة واحدة الله يهدي هاد المسؤولين بيقول صراحة الله يهديهم توجه هاد البلاد توجه هاد المواطنين لانه لو لا المواطنين ما كانش غير يقلس لاذك العمدة ولادك رئيس الجامعة ولادك غيره ما كانوش يقلسوا في هادك المنصب وهنا ده بات دور ديال الشباب هنا كيبان الرسالة ديالك اللي بغيت نتسالي معك بها هي الشباب المغربي باش يلتازم بالامل يلتازم بالمساهمة في التغيير طموح خاصو يبقى عند الشاب المغربي في كل مجالات ما شغل في مجال الرعاة الاجتماعية ولكن في مجالات سياسية كذلك والاقتصادية انا كنقول كلمة واحدة بكل صراحة ودائما كنقولها كنقول الشباب را حنا اللي ولاد هاد البلاد را ما يمكن نشن تسنو شي حد اما غير يطحمس مولا يجي من شي بلاد أخر يخدم بلادنا احنا كشباب احنا اللي خصنا يخدمون البلاد دينا احنا كشباب احنا اللي خصنا نخارطوا ضد اللي بغينا و اللي ما بغيناش خصنا نخارطوا هذه بلادنا احنا اللي خصنا يغيروا بلادنا احنا اللي خصنا يخدموا بلادنا احنا راهم ما المستقبل للاد البلاد ما يمكن نشن تسنو شي حد اللي غايجي يخدم لنا بلادنا من غير شبابها دونك ما تفقدوش اكيد ما تفقدش الأهمل لانه اليوم الوالدين دينا ناضلوا نضلو بخدمة نضلو بتام مارا نضلو في السبعة السباح كنوضو يخدمو باش كبرونا اليوم يك لكي اليوم تحنا الدور دينا اصبحها واجب تحنا خصنا نشاركو خصنا نساهمو خصنا نغيرو وكيف مما كنقول ما نسنوش حد يجي يخدم بلادنا احنا اللي خصنا نخدموك بلادنا شكرا جزيلا هالي الحراق انت فاعل جمعوي وحقوقي مهتم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وعضو المكتب الوطني الحركة مع انت شاب مغريبي طموح سعيد بحضورك معنا ومع المستمعين دي الراديو دوزيم لإسماء صوت الفاعلين الشباب شباب يناقش يحاور يبدي بالاراء ديالو وسط وحد الضجيج وحد الصخف ديال الحوارات السياسية اللي دايرة شباب عندو كلمة ديالالتزام كلمة ديالامل في المستقبل سأكون سعيدا بمرافقتكم في مواعيد قادمة كل يوم ثلاثة مباشرة على الساعة الواحدة زوالا ضمن برامج راديو دوزيم لإسماعي صوتي وكلمة الشباب إلى ذلكم الحين الطاقم التقني والصحفي يحييكم والسلام عليكم نعيش معكم